اشتركوا في القناة حلقة دي مهمة جدا جدا لست البيت اللي بتربي الكاتاكيت او الفراخ هنتكلم النهاردة عن نصائح لست البيت في تربية الطيور اتناشر نصيحة مهمة جدا اقدر عن طريقها استفيد من تربية الطيور اول نصيحة عندي النصيحة الاولى الكاتاكيت البلدي والفيومي بطبعها بتتحمل الحرارة وخصوصا وهي صغيرة فاختيارك له ما في التربية المنزلية افضل بكتير النصيحة التانية في الصيف عند ارتفاع الحرارة فوق 37 درجة مقوية لازم اشغل المراوح وافتح التهوية ورش رزاز ماء مسلج وقلل بقدر المستطاع من انخفاض درجة الحرارة وذلك في وجود ترمومتر لكياس درجة الحرارة ولابد حتى لا يحدث الاحتباس الحراري فتنفق الطيور النصيحة التالتة النصيحة التالتة بتقول ان لازم الارض تحت الكاتاكيت لازم تكون جفة حتى لا يساعد على انتشار الماكرو ماينفعش تكون مبللة زي ما احنا شايفين النصيحة الرابعة احرص دايما في الشتاء ان ما تقلش درجة الحرارة عن 30 درجة مقوية ده للطيور الصغيرة و25 درجة مقوية للطيور الكبيرة ودي لازم نجيب ترمومتر عشان اقدر احدد درجة الحرارة طبعا ليه؟ عشان ما يصابش بنزلات البرد فيجلب بذلك امراض كتيرة النصيحة الخامسة رش دايما في مكان التربية من حين لاخر كلور على هيئة رزاز مرتين في الاسبوع على الاقل بس لازم يكون بعيد عن عين الكاتاكيت والتنفس بتاحها مع تنظيف المكان والعلافات والمسائي اللي هي ادوات الاكل والشرب يعني جيدا النصيحة السبتة ما تعتمديش على الخبز والدشيشة بس في الاكل لازم يكون في خضروات نظيفة بيبقى فيها معظمها فيتامينات وكذلك سن الفول وكذب فول السوية طبعا بيبقى فيهم بروتين مفيد جدا للكاتاكيت النصيحة السبعة ما حطش طعام حامد امام الطيور نهائي فليه لانه بيسبب تسمم ولو حصل حط نصف فنجان خل طعام على لتر مية للعلاج النصيحة التامنة طف طبعا الانوار بالليل وهيائي ليهم الزلام لعدة ساعات فده طبعا بيعيد ليهم النشاط وليه فوايد علمية كتيرة النصيحة التسعة تفاوت الاعمار طبعا في التربية بيسبب الافتراس فلازم كل الطيور زي ما احنا شايفين تكون عمر واحد وده افضل النصيحة العشرة التعام المليء طبعا بالمية والخضروات والخبز المبلول طبعا ده بيسبب الاسهال للطيور فطبعا لازم اقلل منه النصيحة الحداشر حاول طبعا بقدر المستطاع ان اكتخرج الطيور للشمس ان امكن ذلك وافضل الاوقات طبعا بعد الشروق بساعتين وقبل الغروب بساعتين النصيحة الاثناشر والاخيرة ضعي بعض الحصة الصغيرة او الرمل على ارضية الطيور حتى تتناولها فهو مفيد بيساعد على الهضل وده طبعا بيبقى مرة كل شهر على الاقل طيب وبكده نكون خلصنا الاثناشر نصيحة ولو في اي استفسار او نقاش في اي نصيحة تحت امركم ولو في حد عايز يضيف نصيحة من عنده عشان الكل يستفيد نكون شاكرين لي وبكده تكون الحلقة بتاعتنا خلصا وطبعا ما ننساش لو عجبتنا الحلقة نضغط على لايك وشير عشان نعمل مشاركة للحلقة وشتراك اشتراك يعني للناس اللي لسه مشتركتش في القناة ونفعل زر الجرس طبعا عشان اي حلقة جديدة تنزل تقدر ان انت تتابعها معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته